اكد سعادة المهندس باسم بن يعقوب الحمر وزير الإسكان على حجم الإنجاز الكبير بمدينة شرق الحد والذي بلغت نسبته 88% مشيرا إلى أن عدد الوحدات الجاهزة التي تم توزيعها على المنتفعين بلغت 1770 وحدة سكنية في كل من حي بوشاهين وحي الجليعة وحي مسوالي وحي الغزاء العزل إلى جانب وجود ألف وثماني وحدات سكنية ضمن مراحلها النهائية للتسليم والتوزيع على مستحقيها حيث تأتي هذه الإنجازات ضمن خطة توفير 25 ألف وحدة سكنية التي تم إقرارها في برنامج الحكومة 2019-2022 وعبر وزير الإسكان عن اعتزازه بالرعاية الملكية السامية التي يحظى بها الملف الإسكاني بمملكة البحرين مؤكدا على أن إنجاز خمس مدن جديدة بمملكة البحرين ومن ضمنها مدينة شرق الحد لم يكن ليتحقق لولا الاهتمام والدعم من قبل الحكومة الموقرة برئاسة صاحب السمو الملكي ولي العهد رئيس مجلس الوزراء وذلك لمواجهة كل التحديات وأشار وزير الإسكان إلى تخصيص قسائم سكنية ضمن مشروع مدينة شرق الحد والتي يبلغ عددها 496 قسيمة تم توزيعها على المنتفعين لتصل نسبة التشييد والانتفاع من هذه القسائم نحو 50% حيث تم فعليا البدء في عملية البناء من قبل المواطنين بحي أم الشجر ونوه وزير الإسكان إلى أن مشروع مدينة شرق الحد يضم كذلك 1600 شقة تمليك طرح منها 520 شقة للبدء في تنفيذها ضمن مناقصة تمت ترسيتها مؤخرا وسيتم طرح مناقصة المرحلة الثانية لهذا المشروع لتشمل 520 شقة إضافية خلال الربع الأخير من العام الجاري أما بشأن الطرق فقد أشار وزير الإسكان إلى أنه تم الانتهاء فعليا من تشييد شبكات الطرق الرئيسة في المشروع تسهيلا على المنتفعين وحرصا من الوزارة على توفير البيئة المعيشية المناسبة ضمن هذه المدينة الحديثة واختتم وزير الإسكان تصريحه بالتأكيد على حرص الوزارة على تلبية العدد الأكبر من الطلبات الإسكانية من خلال توفير مختلف الخدمات الإسكانية للمنتفعين وإيجاد أفضل المبادرات لتعزيز حجم الإنجاز في الملف الإسكاني بما يعزز سبل الاستقرار المعيشي للمواطنين